أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد خلال كلمتها في حفل جوائز إيجبس 2022 على توجه الدولة نحو مصادر الطاقة نظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الوقود من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بالإضافة إلى توسع في إنتاج الطاقة الحيوية البيو جاز من المخلفات الزراعية والحيوانية